و لو هنرجع تاني بقى و نشوف الجانب الاماراتي رأيه ايه او تصريحاته كانت عاملة ازاي احنا بنتكلم ان فعلا فيه حالة من الاحتفاء الاماراتي بالقرى المصرية و ده بيظهر فيه التصريحات دايما اللي ما تيجي تحاول تجس نبض كده بتروح للتصريحات بشكل كبير امبارح الاساد عارف العواني الامين العام لمجلس ابو ظبي الرياضي تكلم و وصف الاتفاقية بانها تعاون مثمر يعني و انسجام كبير جدا و بتدل على الانسجام كمان اللي معه او العلاقة الوطيدة اللي بتجمع البلدين مع بعض و قال كمان ان عشاق قرط القدم المصرية بامكانهم هذه المرة الاستمتاع بفراءهم المفضلة لأسبوع كامل و ليس فقط لتسعين دي اعتقد دي نقطة مهمة جدا للجانبين كمان كمان مهندس سيف الوزيري رئيس مجلس الادارة عضو المنتدب طبعا لشركة بريزنتيشن سبورتز و تتكلم و قال كمان ان نجاح مجلس ابو دبي الرياضي في فكرة تنظيم ست نسخ من بطولة السوبر المصري هو عزز فكرة يعني تطوير البطولة و لان الاتفاقية دي بتأتي في اطار حرص الشركة على امتداد دورها الداعم لكرت القدم و توسيع انتشار المسابقات المصرية و راصدها كمان لدى الجمهور العربي و تأكيد كمان على قيمة وجمهرية الكرة المصرية في نطاقها العربي العريض يعني لو جيت قيمت هذا الكلام انا بشوفه كلام محترم جدا تصريح اكثر من رائع و لصالح طبعا الكرة المصرية و فعلا الكلام ده مظبوط يعني هي مش كلام بيتقال مجاملة الكرة المصرية ليعوا الشاق بشكل كبير جدا في الوطن العربي و احنا بما ان احنا اصلا عددنا كبير جدا فانت هتلاقي المصريين فاي حتى يعني مباراة او بطولة بتقام لمصر او اي اندية مصرية هتلاقي عدد كبير جدا من المشجعين المصريين بيكونوا بيحضروا ده لان هما بيعشقوا كرة القدم في العموم احنا شعب بنحب كرة القدم و في نفس الوقت احنا تعددنا كبير فحتلاقينا في كل حتة شكرا مهما سافرت مش هتحس بغربة المصريين في كل حتة بجد يعني ده مش كلامه خلاص فانا شايفة ان ده يعني سيستم كويس جدا و فكرة كمان انت بتتكلم اكتر من مطش مش فعلا بس التسعين دقيقة اعتقد ده شيء رائع جدا وحي بليه ثمار على الجانبين يا كريم ايجابي عندك كم كبير جدا من المصريين عدوا بقى مرحلة محبتهم لكرة القدم ودخلوا في مرحلة ان بقى كرة القدم هي المصدر الرئيسي والاساسي للسعادة بالنسبة لهم ده فيه ناس بتتنفس كرة قدم و بالمناسبة انا في الفترة الاخيرة خدت بالين فيه حتى كتير من السيدات متابعين وعارفين اللعيبة وعارفين الدولي ومين اول ومين تاني وبيدخلوا معاكم كل التفاصيل فالحقيقة كرة القدم كالعادة هي معشوخة المصريين من قديم الزمان